نحن درسنا ما سيواجهنا من تحديات بعد الانتخابات ووجدنا أن صيغة تمشيت أمور الدولة ماليا وفقا على مبدأ ما يسمى بالعراق 1 على 12 يعني أن تصرف طبقا لما صرفته في السنة الماضية حينما كانت هناك موازنة في العام 2021 لن تفي بتقديم الخدمات العراقيين لن تفي؟ لن تفي بالتأكيد قد يمكن فعله هذا في وزارات معينة مثل الثقافة مثل وزارة الرياضة والشباب وغير ذلك لكن حينما نتحدث عن الوزارات الأساسية التي تقدم خدمات هي على الدوام فيها مشكلات مثل وزارة الكهرباء وزارة الكهرباء تقدم خدمات الكهرباء للمواطنين حينما درست ما تحتاجه من أموال لهذا العام لكي تديم إنتاج الكهرباء إذا صلتنا الضوء مثلا على كلف الغاز سنصلنا الضوء وربما ستتطارق إلى هذا الموضوع نحن نريد أن ندفع الأموال لنشتري الغاز فليش رحنا لقانون مدستوري؟ في هذا الحل نحن قدمناه لمجلسنا وهو غير ملزم نحن قلنا قبل أن تقرر الموازنة ستأخذ وقتا طويلا هذا قانون طارق قانون يجنبنا أن نصل إلى نقطة العجز في عمل الحكومة في توفير خدمات أساسية قدمناه التشريع هناك في مجلس النواب وهناك كل شيء تم بشفافية وحينما وجدت المحكمة الاتحادية أن هذا غير جائز خلاص نحن نحترم هذا الرئيس ترجمة نانسي قنقر